وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده لا أحصي ثناءً عليه وكما أثنى على نفسه له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بالجنان وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ودعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام برنامج نتناول فيه شيئاً من أحكام الحج والعمرة ونلمح فيه إلى بعض ما يتعلق بهاتين العبادتين من الحكم والأسرار أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ظلين ولا مظلين هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول فيها قضية كبرى إنها وصية الله وعندما تقول وصية الله فينبغي أن تنتبه أن الموصي هو الله جل وعلا فالوصايا تكتسب أهميتها ومنزلتها ومكانتها بالموصي بها إنه رب العالمين الله الذي لا إله إلا هو أوصى من؟ أوصى الأولين والآخرين فهي ليست وصية خاصة بالمرسلين ولا وصية خاصة بالنبيين ولا وصية خاصة ببعض الخلق بل هي لكل المكلفين من الإنس والجن فهي وصية كبرى لقد كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إذن هي وصية عامة إن حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سيكون حول هذه الوصية حول التقوى ذلك العمل الجليل الذي فيه من الأنوار والإشراقات وفيه من الخيرات والسعادات ما كل أحد يسعى إلى إدراكه ويأمل في تحصيله والفوز به سنتكلم عن التقوى وعن شيء مما يتصل بها لكن ذلك كله إن شاء الله تعالى سيكون بعد سماعنا لقراءة أخينا الشيخ عبد العزيز الزهراني وقد شاركنا في حلقات هذا البرنامج حياك الله الشيخ عبد العزيز نستمع إلى قراءة مباركة حول هذا الأمر وصلته أيضا بالنسك والحج تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب اللهم اجعلنا من أولي الألباب هذا الجلال والإكرام من علينا بالتقوى والإيمان وارزقنا صالح الأعمال جزاك الله خيرا وبرك فيك هذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها هي ترجمة وبيان لطريق تحقيق تلك الوصية التي أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين وصية الله للناس يجمعين هي تقوى كما قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهِ وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَظِيمِ بِرِّهُ وَكَبِيرِ إِحْسَانِهُ أن بيّن لنا الطرق التي نحقق بها التقوى فما هي التقوى؟ التقوى عمل قلبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره كرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم فالتقوى محلها القلب في ابتدائها إلا أنه إذا عمر القلب بتقوى الله جل وعلا وامتلأ بمحبته وتعظيمه وحقق العبودية له إن عكس ذلك على سائر أعماله وجواره ولهذا تقوى الله عز وجل هي فعل ما أمر الله تعالى به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي والسيئات رغبة ورهبة رغبة فيما عند الله عز وجل وسعيا لإدراك الفضل والأجر منه سبحانه وبحمده ورهبة أي خوفا من عقوباته وأخذاته جل في علاه فإن الله يملئ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إن الله تعالى منع على العباد ببيانه الطريق الذي يحققون به هذه الوصية وصية الله للأولين والآخرين بتقواه إن ذلك طريقه وسبيل تحصيله هو الإسلام بكل أحكامه فكل الأحكام والشرائع والأوامل والنواهي كلها بلا استثناء هي وسيلة وطريق لتحقيق التقوى فلا إله إلا الله هي الكلمة الباقية التي تركها إبراهيم عليه السلام في ذريته كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه فالكلمة الباقية في عقبه هي لا إله إلا الله وهي التي بها كف الله المؤمنين عن رذائل الأعمال وسيء الأخلاق كما قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم قال وألزمهم كلمة التقوى إنها لا إله إلا الله ولهذا كان الأصل الأصيل والركن الأول من أركان هذا الدين هو لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه الكلمة هي كلمة التقوى هي البذرة التي إذا غرست في القلب أثمرت زاكي الثمار وطيب النتاج تلك الكلمة المباركة التي إذا قالها المؤمن دخل في دوحة الإسلام وتنعم بخصال أهله وصين دمه وماله وعرضه فهي الكلمة التي بها يحصل فوز الدنيا ونجاة الآخرة لكن ذلك لا يكفي لهذا جاء من الشرائع والأحكام ما يحقق هذه الكلمة فعندنا في أركان الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج ما صلت هذه الأعمال بالتقوى التي هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهاها كل هذه الأعمال بلا استثناء هي طرق وسائل لتحقيق التقوى فلا تتحقق التقوى لمن فرط في هذه الأصول ولا يفوز بالتقوى من قصر في هذه الأركان والدعائم لذلك جاءت الشرائع معززة لهذا المعنى التقوى ليست أمرا هائما ضبابيا لا يعرف كيف يدرك ولا يدرى ما هو كما يدعيه كثير من الناس يقول أنا من المتقين لكن المحكة والفيصلة هو في العمل فإنه برهان يصدقك أو يكون مكذبا لك لذلك ينبغي أن نفتش أنفسنا في هذه الأركان كلنا من أهل الإسلام نصلي إلا من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه فترك الصلاة أو تهاون فيها المسلمون يزكون المسلمون يصومون المسلمون يحجون فأين هذا في أعمالهم أين ثمار هذه الأعمال المباركة الجليلة في القلوب والسلوك والأخلاق في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق التقوى كما قال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى بالتحلي ولا بالتمني ولكنها ما وقر في القلب صندقته الأعمال هذه كلمة الحسن البصري رحمه الله ونقل نظيرها وقريب منها عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد قال التقوى أداء ما أمر الله تعالى به وترك ما عنه نهى إن التقوى ليست بصيام النهار هكذا يقول عمر التقوى ليست بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك يعني والإتيان بما يخالف هذه المقدمات التي بها تصلح الأحوال التقوى تحتاج إلى أن يعرف الإنسان أنه إذا صلى فهذه الصلاة لها أثر في قلبه إذا زكى فزكاته تؤثر على قلبه صلاحا وعلى أعماله زكاء إذا صام كذلك إذا حج كذلك لننظر يقول الله تعالى في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول جل وعلا في الزكاة خذ من أموالهم صدقة لماذا تطهرهم وتزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها فالله جعل أخذ الزكاة لهذه الغاية التطهير والتزكية ويقول في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لماذا لماذا نصوم لعلكم كالتقوى رجاء أن تحصل منكم التقوى طيب والحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ما صلته بالتقوى ما قرنه في قول الله عز وجل واستمعنا إليه في قراءة أخينا في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي دخل فيه والتزمه فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه أعمال كلها تنافي الحج وهي من محظوراته منها ما يختص بالحج على وجه الخصوص ومنها ما هو في الحج وفي غيره فالفسوق منهي عنه في كل وقت وكل زمان فالله تعالى لكم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالمنهي عنه من الفسوق ليس خاصا بالحج إنما الحج وفي غيره لكن الحج دافع باعث على مزيد احتيار على كبير عناية بأن يكف الإنسان نفسه عن أن يقع في شيء مما يغضب الله عز وجل ولذلك قال جل وعلا وتزودوا في هذه الآية نفسها فإن خير الزاد التقوى هذا في بداية رحلة الحج يأمرون الله تعالى بالتزود وهذا يدل على أن هذه الأعمال هذا النسوك فرصة للاستكثار من هذا الزاد الذي هو خير زاد يقدم به العبد على ربه يوم القيامة فخير ما قدم به العبد على الله عز وجل أن يقدم إليه بزاد التقوى إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله يعني ما صرت مثله في التزود بالتقوى وأنك لم ترصد كما كان أرصده إنه من المهمات أن نستشعر أن العبادات فرص هذه الفرص لزيادة التقوى والإيمان لهذا أنظر في أول الرحلة الله تعالى يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى هذا في كل عبادة استذكر ذلك في كل عبادة تقوم به عندما تقول الله أكبر بين يدي الله عز وجل أن تتزود بزاد التقوى فاستكتب عندما تدخل يدك في جيبك لتخرج درهما أو دينارا ريالا أو درهما أو ما إلى ذلك من الأموال أو المتاع أن تتزود عندما تكف نفسك عن الصوم أو عن المباحات صياما في نهار رمضان أو في صيام النوافذ أنت تتزود هكذا يكون الإنسان متزودا في كل هذه الأحوال طيب رحلة الحج رحلة عظيمة ينتقل فيها الإنسان بين مناسك ومشاعر وأعمال وذهاب ومجيء وصرف أموال وكد أبدان ما المقصود منه؟ المقصود منه التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير ما قدمت على ربك به أن تكون من عباده المتقين وحزبه المفلحين لذلك بعد الرحلة وبعد كل هذا العناء يرجع الله عز وجل مذكرا بالغاية هو المقصود من العمل فيقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه انتبه لماذا؟ لمن؟ لا يثم عليه لمن اتقى عاد الأمر تذكيرا بما نبه إليه أولا فأول الحج تذكير بالتقوى والتزود بها والاستكثار منها وآخر الحج تذكير بأن كل تلك الأعمال التي حصلت وذلك الجهد إذا قارنه التقوى كان من الفائزين وإذا كان خاليا من التقوى كان من الخاسرين إن من المهمات الكبرى أيها الإخوة والأخوات أن نفتش عن التقوى في قلوبنا ليست التقوى أمرا مجهولا إنها أمر الله للأولين والآخرين ما بعث الله رسولا إلا قال لقومه اتقوا الله هذا نوح إذ قال لقومه يا قومه إذ قال لقومه وإلى عاد أخاهم وإلى نوح وإلى عاد أخاهم هودا قال 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 عبد الله واتقون هكذا الأمر بالتقوى كل الرسل جاءوا آمرين بتقوى والله عز وجل ما من رسول إلا أمر بالتقوى والله أمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى فقال يا أيها النبي يتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إننا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر بحاجة إلى أن نعيد النظر مرة تل ومرة في مدى قيامنا بتقوى الله جل في علاه إن ذلك يقاس بمدى قيامك بالواجبات بالواجبات ليست الواجبات في الصورة والشكل فقط بل في الصورة والشكل والجوهر والمضمون فالعبادات لا تراد لأصورها وأشكالها إنما تراد لمضمونها ومعانيها فالفتفاضل ليس في الصورة فقط بل الصورة مع القصد لذلك يقول الله تعالى تنبيها إلى هذا الأمر وإنه لابد من العناية بعمل القلب الذي هو الباعث والمحرك وعليه القبول والرد يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كلنا نأمل أن نكون من المتقين والاختبار في مدى سعينا لأن نكون من المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين اللهم اعمر قلوبنا بتقواك اللهم اعمر قلوبنا بتقواك اللهم اعمر قلوبنا بتقواك وحل أعمالنا بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام اصرف عنا السوء والتقوى اصرف عنا السوء والفحشة واجعلنا من عبادك وحزبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمدك وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته